كنا نقول لحضراتكم فيما يتعلق ونرجع لخبر بريطانيا أنه قصة استئناف الرحلات الطيران البريطانية المباشرة لشارم الشيخ وبالفعل يمكن بدأت بعد توقف أربع سنين بدأ شارم الشيخ أو مطار شارم الشيخ يستقبل أولى الرحلات القادمة ده بيتها من بكرة إن شاء الله أول رحلة هتكون على متنها 168 راكب ومن المقرر أنه يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيا حتى شهر مارس 2020 ده تزامنا مع الحركة السياحية المتزيدة اللي بتشهدها شارم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي كمان مطار شارم الشيخ أعلن عن انتهاؤه من الاستعدادات الخاصة لاستقبال أول رحلة اللي هتوصل الساعة 2 العصر بكرة وكمان فريق العلاقات العامة المصرية بالمطارات أنهى كل التجهيزات لاستقبال الطائرة في احتفالية هيحضرها عدد من المسؤولين بالطيران المدني ومنظمي الرحلات البريطانية ترجمة نانسي قنقر